السلام عليكم كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير في هذا الفيديو ان شاء الله سنكملوا سلسلة الفيديوهات الخاصة بالبرودكسيو ايكريس ديالا بيازو تياتر اونتيغون ديجا حاطيت لكم جميع الحجاج اللي غدي تحتاجوا ديال المواضيع اللي معلقة بلغمو اوتوبيوغرافيك لابوطة ميرفي وفي هذا الفيديو غدي نزيدو نخدمو كتر على المواضيع اللي سقدر تطرح لنا مع المسرحية ديال اونتيغون نتمنى انكم تطلعتون على المسرحية ديال اونتيغون يعني مني يقول لكم تطلعتون مشي زي ما قرأتوها صفحة بصفحة حيث باقي عندكم الوقت انكم تقرأوها الى بغيتو بطبيعة الحال لا تكونوا خديتو اهم المعلومات عليه يعني اي فيديو انا حطا عندو علاقة باونتيغون بالترتيب اللي ديرا باقتي اه باقتي اه باقتي دو باقتي دخوا باقتي كات خصكم تكونوا كليتوه ضمتوه مزيان كيف تكتب بخوديكسي وعنده علاقة بالمسرح يدير اونت يكون انت بقي يتغالطه للشخصيات وبقي ما عارف شكون قتل شكون وبقي ما عارف شهذا اش كي يجيل هذا يعني قبل ما تبدأت خدم على البخوديكسي ويخي تخصك ضروري ما تكون خدمتي اموة 61 و 70% على الرواية يعني فهمتي اهم الاساسيات ديالها وديك ساعات بغيتي تقرأها هي هذه كما بغيتيش تقرأ بغيتي تكتافي غرب الغيز يمي كل واحد كيمشي على حساب الرغبة دياله مي كان نصحكم انكم تقرأ واحد الموضوع ديالنا اليوم هو الاسمان في البروديكسي يقدر يقول لك انا شخصيات اللي عجبتك كثيرا انا شخصيات اللي كتشبه لك مثلا بشي حاجة انا شخصيات اللي عجبتك عجبك الدور ديالها هو اونتيجون ولا اسمان احنا عارفين ان اونتيجون واسمان هما خواتات اونتيجون خيبوعة كي نقولو حنا واسمان زوينا عليها بوغوصة عليها كتعرف تلبس كتعرف هذه المهم اونتيجون اونتيجون تني وهذا حتى الله الشخصيات عن الان اونتيجون بعدerstد القيام بت少 finish 6 وراء المستكلم قبل ما نبدأ ليزاقيمو كنتمنى انكم تدعو مع الاب ديالي بالرحمة والمغفرة ومع جميع الاباء ديال المسلمين بالنسبة المقدمة اللي تقدر دينا مع اي موضوع عنده علاقة بالرواية ديال اونتيغون هي هادي دي جا حطيتها لكم من الناس اللي ما شافوش الفيديو ما فيها باس نذكروا بها الى ما بغيتش تصوي مقدمة راسكو بغيت مقدمة جاهزة فقط غد تملأ بعض الفراغات بجد من النقطة ديالك هذه هي المقدمة اللي غدي تنفعك مع المسرحية ديال اونتيغون اونتيغون ايتون تراجيدي مودرن ايكيت بجون انوي دون لكل دراماترج ايوك لا بخوبيماتيك ديال اونك نكتبو الموضوع ديال البرودكسيو ايكيت البخوبيماتيك اللي احنا كنا نناقشو او عليها لدي نكتبو هاد السجي هادا دايير ساعتن بانس كو يعني كين بعض الناس كي قولوا انك يفكروا انو هنا كنقولوا وجهة النظر ديالهم دوتر بانس لكانترين والفئة الخراكة عارضهم الرأي الورقيا غيزون ايكيا طا يعني شكو اللي عندو الحق وشكو اللي اه متلا عندو الحجاج دياله قوية وشكو اللي الحجاج دياله ضعيفة هنا كتدير الموضوع ديال البرودكسيو ايكيت الموضوع ديالك وهنا يا كتكتب الفكرة ديال الفئة اللولة والفئة التانية بطبيعة الحال هي معاكسة يعني عندك جوج ديال الفراغات اللي غادي اتعمر وهنتا صوتي لانتخوديكسيو ديال الموضوع اللي معلق باونتيغون نبدو عالى باركة اللي بياللولة بالنسبة لحال اللولة ولا هكذا كان يفضلوا الشخصية ديال النتغان الواحد 유ظ يمكن اللي والonya Antigone est la meilleure personne qui peut prendre comme exemple dans cette vie car elle a fait preuve de responsabilité envers son frère ولاحظو هنا Antigone n'est pas trop dans le titre de l'oeuvre dans le chancé on est toujours dans le chancé on est toujours dans le chancé Antigone a la plus chancé dans cette chancé qui nous devons prendre l'argument numéro 2 Antigone est courageuse en défiant les ordres du roi elle a préféré mourir avec son principe que de vivre lâche Antigone est courageuse ou une démarche que peut lui ou une défiance qu'ils ne pouvaient que de vivre qu'il y avait de la chancée le chancé sur la chancée dans le chancé dans la chancé des la chancée dans la chancé qui sont très contentes sur la chancée et sur la chancée la chancé مني تقول لك خيون حد الحكم هذا اول قرار دير هو ان بولينيس ميت تدفنش و اي تيوكل هو اللي غادي تدفن باش هد بولينيس هذا اللي هو الاخ ديال او انتغونه حتى اي تيوكل راهو اخوها اي تيوكل ميت هو بقي في العرش يعني بقي ماليك حيث كنا دايجا شرحت لكم ان كل واحد غادي يحكم تاب عام اي تيوكل ميت هو ماليك بولينيس كي يتسمى انه يعني خائن حيث يقتل الماليك وخاه هدك حقه وكان خاص اي تيوكل يحيد باش يحكم هو ما يتحسب عنا اساس انه بخاطر غيفولتي وخلا بولينيس بقاتل ما يأكلوه طيور ودك شي باش يكون عبرة لاي واحد جاوز القانون الا بريفري مورير اوك سون برنسيب كو دو فيفرون لاش يعني انتغون فضلات انها يعني تموت وهي محافظة على دوك المبادئ ديالها لانها زي ما تغمض عينيها وتميق وتريش عادي بحلى مواقع تشي حاجة ما هي فضلات كما كنقولو الاساسيات والمبادئ ديالها على الحيات ديالها لارجمو نمیرو 3 تحقق الرغبات تجد الواجبات و تحقق الرغبات و تدريد التأكيد كيف تكون هذه النتائج تقدر تقدر الموت كيف تدري في القرار في القرار و يعرف أن هذا المبدأ سيسالي بها حتمية الموت حيث تجاوزت القانون في القرار سوف نرى الناس لديهم شخصية لديهم سردان سردان تحقق الناس لديهم شخصية أول حجة سردان 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 لديهم شخصية سردان نحن سردان 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 المترجم سردان 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 لتحقق السعادة اسمان فضلت انها تعيش السعادة ديالها بأسلوب ديالها ماشي بحل اونتيغون الابل يعني اسمان زوينا ايقال الوقود يبونع وعندها الميول يعني هذا اسمان هادي عزيز عليها انها تكون فرحانة يعني كتخلق السعادة لا تتركيش مع ذاك الشي اللي دير بها اللي يخليها انها تكون كئيبة بحل هاد اونتيغون يعني من وراء الموت ديال الاخوت ديالها يعني تأطرات والهدف ديالها انها الدفل الاخر باش تكون فرحانة وخاهاكوك اسمان ماشي بحالها اسمان المفهوم ديال السعادة ديالها ببحده يعني اسمان بغت تعيش الحياة بغت تشتح بغت تصنط الموسيقى الاولويات ديال هاد اسمان هادي يعني مختلفين وخاصين بيها ببحدة الحجة الموالية ايلا بريفيري نبا ساكريفي سا فيك كار الايلا سور ايني ايكي ريفليشي ايلي دو تخونس غريسي لالوا ديالوا هاد اسمان هادي يعني فضلات انها مضحيش بالحياة ديالها حيث كار ايلا سور ايني حيث هي الكبيرة ايكي ريفليشيه يلي كتفكر كزع ما اكتر من اونتيقون يعني مادام اونتيقون صغيرة ما كتفكرش بحال اسمان اللي هي اختهار الكبيرة وليو دو تخونس غريسي لالوا ديالوا يعني فلاتس متفقد تعدى تخونس غريسي يعني تعدى وتجاوز القانون ديال المالي يعني كتخدم عقلها اكثر من اونتيقون اللي صغيرة منها اللي كتخدم اللي صونتيمون ديالها والعواطف ديالها اللي غي اديو بها في النهاية ديال المسرحية ديالنا الموت نتمنى انكم تكونوا استفتوا من هاد الفيديو النصيحة اللي كان اعطاكم دائما يعني ما غديش يبقى عدنا الوقت بزاف من هنا القدام يعني غيون الليو مزروبين باش نسالي اونتيقون باش ندوزو لدغني جوغ باش من بعد ان شاء الله نديرو غيفيزيون غلوبال اللي غمو كاملين مع لزيكزيرسيز ديال لالونج مع البخوديكسيو يخيط مع بزاف ديال الحويج حاولوا انكم تنقصوا تامرة عليكم فهذا البريود هادي حاولوا اي موضوع عدوا علاقة بالمسرحية ديال اونتيقون تخدموه سيختوا هاد الموادع اللي كان اعطاكم خدموهم بالبلون سامبل عزلوا الشخصية اللي انتم كتحسوا براسكم انها عاجباكم وخدموها بالبلون سامبل حاولوا انكم تطبقوا ديالبلون اللي ديجا اعطيناكم الى اللقاء الى فيديو مقبض ان شاء الله و الى معلومة جديدة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة